يا من يشكو الهم والغم يا من يشكو ضيقة الصدر اسمع إلى قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا في المعركة تتمزق الأشلاء وتطير الدماء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى لا إله إلا الله